بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أرحب بكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة طلاب جامعة الفيقار حبايب قلبي وأصدقائي وأخواني وأخواتي حياكم الله بهذه المحاضرة اليوم هاي الفيديو مخصص لطلاب جامعة الفيقار ولكل طلاب قسم اللغة الإنجليزية لموضوع types of poetry اليوم راح نتحدث عن موضوع type of poetry أنواع الشعر ونعلمكم شن الأشياء المهمة بي إن شاء الله وشلون تقلون المادة أولا إحنا الشعر مثل ما إحنا موجود عدنا باللغة العربية أنواع الشعر باللغة الإنجليزية أيضا عدنا الشعر فبشكل رئيسي أنواع الشعر إحنا عدنا descriptive وصفي شن يعني وصفي يعني بي وصف reflective يعني تأملي و narrative يعني بي قصة إروائية وأيضا عندنا اللارك اللي هو الغنائي والsonnet اللي هما أنواعياتهم ثلاثة هذين يجب لك فراغات أنواع الشعر الخمسة descriptive reflective narrative laric sonnet ممكن يعني يجب لك فراغات على سبيل المثال فراغ وفراغ وفراغ يجب لك ثلاثة مثلا أنت لازم تعرف اليوم هس نبدي أول شغلة باللارك تعريفة a short poem قصيدة قصيرة like a song كالأغنية which is usually the expression of mood of feeling والهي دائما تعبر عن شعور مثل الأغنية تعبر عن شعور أو مزاج للشاعر مزاج للشاعر مثال عليها قصيدة 2 للكاتب شالي هذا مثال هنا أنت شن المطلوب من عندك تقرأ لي اسم القصيدة تمام تعريف اللارك وتقرأ أيضا التعريف تحفظ ليه حفظ ممكن يجيك صح وخطأ فراغات يعني يقول لك a short poem like a song تجل لك إيها فراغ أو اختيار اللارك أو مثلا يقول لك صحيح الخطأ مثلا يجيب لك a sonnet is a short poem like a song which is usually is the expression of mood or feeling يقول لك صحيح الخطأ أو يقول لك خطأ فمثلا يجيب لك الصونت بدال اللارك أنت لازم تعرف بأنه اللارك هي قصيدة صغيرة تعبر عن مزاج الشاعر مثال عليها الشلي ممكن يعني المثال هم يريده يقول لك يطيني المثال هم لازم تقرأ فهذا ركز لي علي طلاب جامعة الديقار الأحباء قصيدة هذا الشاعر كاتب شلي واحد من أهم شعراء الرومانتك الحركة الرومانسية اللي ظهرت ب واحدة من المدارس الشعرية اللي كانت في ذلك الوقت احنا عدنا المدرسة الرومانتك وعدنا الغريك الدرام الأغريقي عدنا الرومانتك عدنا الحديث هو عدنا نواع ان شاء الله بكل مرحلة رح ندرس بها شيء معين فاليوم تحدثنا عن اللارك وحتينا هسا رح نحن 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 عن قصيدة التو اللي هي بيها بعض الأشياء اللي المهمة تو ميوزيك وأيضا نحن القصيدة شارحينها بفيديو آخر يعني اللي يحب يشوفه يقدر يشوفه على اليوتيوب يعني أنا اليوم قاعدة أتحدث عن انواع الشعر فقط يعني هذا هو الموضوع مالتي الصونت الصونت اللي هي الصونت نوع من انواع القصائد من انواع الشعر صونت بفيديو آخر هي مشتقة من كلمة ايطالية معناها سونتو محقيقة هي ايطالية مونجليزية ما عرفو انها تقمرتها بالضبط شنوه which means a little song واللي معناها أغنية صغيرة هذا هو معناها بس من نريد نعرفها بالصونت يقول لك السونت has 14 lines عدها 14 بيت شعري اهم شي غلما اي كل السونت بيها 14 بيت شعري وتقسم الى جزئين ذني فراغات يجن كلش مهمات ركز لي عليهم جدا الاول من عدهم اول ثمانية يسمونهن الاوكتف واخر 6 يسمونهن السستيت جدا مهمة الارقام والاسماء جزئ الجزئ الاول هم اول ثمانية يسمونهم الاوكتف والجزئ الثاني يسمونهم السستات طيب هذا هو السونت وطبعا السونت تقسم الى ثلاثة تقسم الى ثلاث أنواع تمام ثلاث انواع تقسم اللي هي شيكسبيريان سونت ومميزاتهن احنا احنا شوفوا طلابنا العزاء حتى اوصل لكم الصورة بشكل صحيح اللي قاعد اتحدثها انا اليوم عنا هو انواع الشعر اللي اخذته بالبداية اللارك والسونت بيها ثلاث انواع سونت بيها ثلاث انواع انواع السونت وشرحهم ايضا شارحهم على اليوتيوب ومتحدث عنهن زين عيني؟ واني هسا حاليا بهذا الفيديو فقط لا اتحدث عن انواع الشعر طبعا هو يعني الملف ما موجود بي حاليا السونت وانواع ثلاثة شيكسبيريان سونت والايطاليان سونت ما بي البقية فالمفروض باكوا بعد ملف حتى نكمل انواع نعرف شون معنى الناراتيب والرفلكتيب والدسكريبتيب وناخذ امثل عليهم بهذا الفيديو اليوم شرحت لكم فقط انواع الشعر اللي موجودات بهذا الملف طبعا اذا تحبون تتواصلونوا ايا وتسجلون ين بدورة حياكم الله ما تحبون تسجلون انا ارفع لكم فيديوهات ان شاء الله على اليوتيوب لكل الجامعات واتشرف بكم وحياكم الله ونشوفكم ان شاء الله بلقاء اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا